روح بقى لفخر العرب المصري محمد صلاح نجم الليفر بول اللي توج بجائزة أفضل لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020 وده طبعا بتصويت الجماهير يمكن ذكرت صحيفة مارر أن صلاح تفوق على كل المنافسين وحصد جائزة الأفضل في البرامير ليج عن عام 2020 بتصويت الجماهير وده جي بعد مقاط صلاح ليبر بول للزفر بلقب البرامير ليج لأول مرة من 30 سنة ويمكن صلاح كمان كان تمكن من قبل كده من تسجيل 19 هدف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم اللي فات وقدم 10 تمريرات حاسمة ومناسبة الحديث عن صلاح يا أحمد أنا شفت مبارح تقارير صحفية إسبانية كثير بتتكلم على أنه صلاح قرب جدا من هو يروح ريال مدريد طبعا لسا فيش أي حاجة مؤكدة ولكن في استغراب حول العالم أساسا من تصريحات صلاح لجريدة أس الإسبانية واللي يمكن كنا بنتكلم عليها من يومين وأنه كان بيقول أنه برشلونة وريال مدريد فريقين كبار ولكن فكرة الرحيل لسا ده في إيد النادي ونشوف النادي هيقول إيه يعني ما نفاش زي كل مرة ما قالش أنه لا ما فيش أنا مكامل مع ليبربول أو كده يعني فيه كلام كتير فيه علامات استفهم كتير وبيقوله الأقرب طبعا هو ريال مدريد وكمان أنه فيه حالة غضب يعني كلام أنه فيه حالة غضب من محمد صلاح داخل صفوف ليبربول وخصوصا بعد موضوع شرية الكابتن لما ملبسهاش في ماتشال شامفينز ليج كان أرنولد تقريبا صح؟ مش متذكر مني لك اللابس الشارة بس أنا أعتقد أنها خطوة صعبة جدا وقرار صعب جدا وخدي بالك أنه صلاح في خلال ثلاث مواسم أضاهم مع ليبربول أصبح أسطورة وحقق نجاحات على مستوى شخصية وعلى مستوى نادي أعتقد أنه صعب جدا أنها تتكرر مرة تانية كسر عدد كبير جدا من الأرقام القياسية وبالتالي قراره بالانتقال فريق تاني مهما كان حجم الفريق ده ومهما كانت فرص نجاحه أنا متصور أنه هو قرار صعب على صلاح نفسه قبل ما يكون طبعا على أي حد تاني وناخد بالنا أنه في لعبين ما حدش يختلف على مهاراتهم ولا على إمكانياتهم انتقالهم من أندية تقلقوا فيها ونجحوا فيها بشكل كبير الأندية تانية كانت كبيرة جدا من حيث التاريخ ومن حيث الألقاب ما تدهمش نفس النتيجة وعلى سبيل المثال مش على سبيل حصر مثلا بول بوكبا بوكبا كان نجم الحقيقة يمكن لفت الأنظار بشكل كبير جدا في اليوفي ومع انتقاله لمنشستر ينايتد محدش حس ببوكبا اللي كان موجود في اليوفي هو أصلا متضايق وعايز يمشي كمان من منشستر ينايتد أنا عارف طبعا فيك كلام كتير رايولة كان بيقول الوكيد وفي كوتينيو كوتينيو مع الليفر بول كان واحد يمكن أن ما كانش أهم ملاعة فيه الفريق في التوقيت ده ومع انتقاله للبارسة وبعدها للبيرن وبعدها رجوعه للبارسة ما شفناش كوتينيو اللي كان متوهج بشكل كبير جدا في اليوفر عشان كده بقولك أنه القرار صعب جدا لكن ده مش معناه أنه صلاح لو راح ريال مدريد أو البرسة أنه ممكن ما تكونش تجربة عنك حال لكن أنا بتكلم على صعوبة القرار بالمناسبة وحنا بتكلم على صلاح الحقيقة وبعيدا عن الرياضة بقى وبعيدا عن السفتاءات وأفضل لاعب وأحسن جايزة والكلام ده كله الحقيقة وديها حاجة بحسها جدا بتعبر عن انتماء كبير جدا وروح وطنية كبيرة جدا من محمد صلاح لأنه في كل مناسبة صارة بيفوز بيها بطل مصري في رياضة آين كانت الرياضة ايه أو آين كانت البطولة ايه أو آين كان اسم البطل المصري في أي لحظة بيترفع فيها عالم مصر وإحنا عارفين حجم المتابعة اللي بيحظى بيها نجم بحجم محمد صلاح دايما لازم نلاقي محمد صلاح لي بوست أو لي تويت بيهني فيها البطل المصري على الإنجاز اللي حقا وده حصل مع بيج رامي بعد ما فاز ببطولة مستر أوليمبيا كتب محمد صلاح تهنئة لرامي السبيعي على فوزه باللقب وده الحقيقة بيعبر عن أو بيعكس انتماء كبير جدا من محمد صلاح لمصر والمصريين ترجمة نانسي قنقر